الحقيقة أنه الأهلي في سنة العشرين عشرين بيحقق إنجازات مهمة جدا ويكفي يعني يمكن دوري أبطال أفريقيا لتحدث عنه الفيفا النهاردة في تقريره اليوم إنجازات نحن بس اللي بنتكلم عنها النهاردة فيه إشهادة ببيتسو موسوماني المدير الفني للنادي الأهلي كذلك محمد الشناوي عايزك تلخص لي اللي جيه النهاردة في تقرير الفيفا عمر وتقول لي إيه اللي لفت نظرك فيه وانا عارفة أن أنت يعني ترجمته كويس قوي وليك بعض المدخلات عليها يعني أنا شايف أنه فكرة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يبتدي يشيد بالنادي الأهلي ويتكلم عن حصاد سنة عشرين عشرين وأنها كانت سنة مش سهلة هو ده الجزء اللي لازم نركز عليه وحتى هو تكلم في التقرير كمان عن أنه بطولة أفريقيا دي الأهلي أخدها بأربع مدربين بدأت مع لسارتي في دور التمهيدي ثم كابتن محمد يوسف ثم ريني فيولر ثم انتهاءا بموسيماني أنه موسيم ما كانش سهل كان استثنائي يعني سنة ما أعتقدش أن هي هتتكرر تاني في تاريخ الكرة يا كابتن هاني بالمناسبة يعني بالظروف عمرنا ما فكرنا أن هي ممكن تعدي علينا يعني وأعتقد كمان أنه فكرة أن أنت عندك بتاخد دورة بطالة أفريقيا للمرة التاسعة بتصعد كاس العالم للأندية نفس على السوبر الأفريقي عندك كمان مدرب جبته تجربة مختلفة تماما جديدة على الكرة المصرية وجديدة على شمال أفريقيا كمان وكمان بيعادل رقم لأسطور التدريب زي كابتن محمود الجوهري الله أرحمه برضو أسكر فيلوني بالمناسبة المدرب الأرجنتيني أخذ البطولة مرتين مع فرقين مختلفين أعتقد كل دي ما كسب للأهل في عشرين وعشرين يكفي أنه يعني الأهل وصل تاني لمنصات العالمية مرة تانية يعني مش بس كاس العالم الأندية شفنا كمان بعد كده في جايزة جلوب سيكر شفنا حاجات في السنة عشرين وعشرين أعتقد كانت جيدة جدا للأهل في الكرة شفنا